موضوعنا الآن هو تسوية النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل وأوراق القبض نبدأ في موضوع تسوية النقدية كما تعرف عزيزي الدارس بأن النقدية في المنشآت تتكون في الغالب من بندين أساسيا البند الأول هي النقدية في الصندوق أما البند الثاني فهي النقدية في البيك وسنبدأ حديثنا في موضوع تسوية النقدية حول النقدية في الصندوق في الغالب تقوم المنشآت بجرد النقدية في الصندوق في أوقات محددة تراها هي مناسبة ومن جراء عملية الجرد تظهر هناك ثلاثة احتمالات أساسيا الاحتمال الأول أن رصيد النقدية الدفتري الظاهر في سجلات المنشآت سوف يطابق الرصيد الفعلي في صندوق المنشآت أو قد يطلق عليه في خزينة المنشآت أما الاحتمال الثاني فيظهر أن رصيد النقدية الدفتري الظاهر في سجلات المنشآت أكبر من الرصيد الفعلي في صندوق المنشآت ثالث فهو أن رصيد النقدية الدفتري الظاهر في سجلات المنشآت هو أقل من الرصيد الفعلي في صندوق المنشآت وبالتالي يظهر هناك فرق بين الرصيدين يطلق عليه الزيادة في النقدية ولا بد من الإشارة عزيزي الدارس إلى أن القياس هنا في مجال العجز أو الزيادة تظهر من خلال العلاقة مع الرصيد الفعلي في صندوق المنشآت الذي يعد أساسا لعملية المقارنة